لكل مناسبة تحضيرات خاصة كما لرمضان طقوسه وأجواؤه الممتعة بدءاً من لمة العائلة صلاة الترويح الصهرات الرمضانية لكن مشاكل عسر الهضم بعد الإفطار قد تعكر وتعيق هذه الأجواء والطقوس مع دايجيست 365 استمتع بطقوس وأجواء رمضان وبدون عسر للهضم وذلك بفضل تركيبته الغنية بالإنزيمات الهضمية العلاجية المتطورة الأفضل والأكثر فعالية من أي منتج آخر والتي تضمن الهضم الفوري لجميع مكونات الطعام والراحة الفورية من عسر الهضم الحموضة والانتفاخ والغازات وارتجاع المريء وأعراض القولن العصبي المزعجة مع دايجيست 365 رمضانك بخير مع هضم غير في فترة شهر رمضان المبارك يعتبر الإفطار لحظة منتظرة بفارغ الصبر لجميع البسلمين حيث يجتمعون لتناول وجبة الإفطار بعد ساعات طويلة من الصيام إلا أن بعض الأشخاص يواجهون تحديات صحية بعد تناول الإفطار مثل عسر الهضم وأيضا صدمة المعدة مما يؤثر سلبا على جودة وقت الإفطار وما بعدها من أنشطة وتأدية العبادات الدينية بشكل عام وفترة الصيام لحسن الحظ هناك نصائح يمكن إتباعها لتجنب هذه المشكلات والاستمتاع بوجبة الإفطار وهذه الفترة ما بعد الصيام بشكل صحي ومريح نحن نتحدث أكثر عن هذا الموضوع في حلقة اليوم مع دكتور رائد أبو غوش أخصائي الجهاز الهضمي والكبد والتنظير صباح الخير دكتور صباح الوارد وكل عام تبخير عليك وعلى جميع المشاهدين الله يخلي وليل قليل بتفصلنا عن شهر رمضان المبارك أهلا وسهلا طبعا إحنا متحمسين كتير أكيد والكل مستعد لهذا الشهر الفضيل ولكن إذا اليوم نحكي عن مشكلة عسر الهضم فماذا نعني بعسر الهضم؟ فعلا هي عسر الهضم هو مصطلح بانطبق تحت مجموعة أعراض ممكن تكون منها اللي هي الانتفاخ المباشر بعد تناول الطعام الشعور بالثقل بعض الأحيان بعض الأشخاص ممكن يشعروا بارتداد الأكل عندهم سواء على المريء أو داخل الجزء العلوي من البطن ألم بعض الأحيان وانتفاخ هلا هذا المصطلح أطلق على مجموعة الأعراض هاي واللي بالعادة بينتج عن عاملين أساسيات العامل الأساسي الأولاني اللي هو قلة إفراز بعض إنزيمات الهضم بالمعدة بهديك اللحظة أو مشكلة في حركية المعدة وطبعا ممكن يكون برضو ناتج عن بعض مشاكل العلاقة بالمرارة أو بالبنكرياس عسر الهضم مصطلح يطلق على الناس اللي بيشعروا بأعراضهم يكون فيه التهابات حقيقية جوى المعدة والإثني عشر نعم ولكن أيضا دكتور يعني اليوم عم نحكي عن الأسباب عسر الهضم يعني زي ما حدرتك تفضلت ممكن يكون هو عضو آخر من الجسم فيه مشاكل أو التهابات ممكن يؤثر على عملية الهضم نحن نحكي عن عضو آخر غير المعدة نعم نعم تمام يعني نتحدث اليوم من باب التوعية عن عسر الهضم وأسبابه اليوم قبل رمضان هل تعتقد أن الأشخاص يجب أن يتوجهوا إلى الطبيب لحتى إذا كانوا حسين أنه في عندهم مشاكل بالمعدة بشكل عام؟ أولا سؤال جدا مهم هلأ الأشخاص الطبعين والأصحاء بالعادة أكيد ممكن يشعروا بعسر والهضم لكن الناس اللي بيكون في عندهم التهابات في المعدة والإثني عشر أثناء فترة الصيام خلال نفصل الأعراض بين فترة الصيام تمام الأعراض اللي ممكن تصير أثناء فترة الصيام والأعراض اللي ممكن تصير بعد تناول وجبة الإفطار إذا كان في عنده أعراض أثناء فترة الصيام ففعلاً لو لم يحتاجوا مساعدة الطبيب بس بشكل عام عندنا معظم الناس تشكي بعد تناول فترة الإفطار وهذا ناتج عن شغل عاملين أستيات أنه بصير فيه تغيير تغيير كبير في تناول وجباتنا ما بين فترة يعني برمضان أثناء فترة الصيام في حال الصيام وما بينه يكون بالوضع الطبيعي خلينا نفوت شوي بالتفصيل أكثر بعد تناول وجبة الإفطار إحنا بطبعاتنا، الوجبة الرئيسية بتكون بالإفطار وبناكل أول شيء بسرعة، هاي نقطة النقطة الثانية، كمية الأكل أو المكونات بتكون في الأكل بتكون عالية الدهون والنشويات اللي من ننصحه إنه أول شيء خلينا نعمل زي تدريب يعني ممكن قبل الدخول برمضان طبعاً إحنا حكيت أيام قليلة بس ممكن خلال قبل أسبوع أو أسبوعين من الدخول لفترة رمضان الناس تصير تعود حالها على عدة عوامل أفسية واحد منها مثلاً بتناول قهوة صبح وبكميات كبيرة يحاول أخرها، هاي نقطة مهمة النقطة الثانية، يحاول أخر الإفطار طبعاً للناس اللي وجبة الإفطار عندهم بتكون أساسية طبعاً بنصح طبعاً إنه تكون وجبة الإفطار موجودة تدريجياً لحد ما ندخل في فترة الصيام هاي نقطة مهمة، النقطة الثانية فعلاً زي ما دائماً إحنا في كل سنة في رمضان مننصح إنه وجبة الإفطار تكون بالتدريج كمية النشويات ودهن اللي فيها تكون أقل طب وبنفس الوقت وجبة الإفطار نفسها تكون على فترة زمنية شوية متباعدة، متباعدة مش سريعة يعني إحنا في عندنا بعض الشعوب دكتور اللي هنه عندهم من عاداتهم إنهم يشبوا شوربة ويشبوا مي وبعدين يصلوا وبعدين يكملوا مئة بالمئة هي هاي النصيحة الأحسن والأفضل للصائمين لأنه إذا مرة واحدة إحنا تناولنا وجبة كمية كبيرة في خلال فترة قصيرة أكيد هذا ينعنكس على المعدة لأنه الحضم بحاجة لإفراز نظيمات حضم زي ما حكينا وبنفس الوقت حركة المعدة بتكون متعودة طول الوقت تعودت بالصيام خصوصاً نحن من اللحظة في أول أسبوع طول الوقت هادية ومرة واحدة يعني هادي هي اللي ما نسمي صدمة المعدة مئة بالمئة طيب إذا بدنا نحكي عن التوعية بصدمة المعدة زي ما حضرتك التفضلات وكيف عم تحدث فإحنا اليوم عم منقول عن كمية كبيرة من الدهون والنشويات والسكريات تدخل فجأة إلى المعدة شو نتصرف؟ خلينا نقلطنا يا دكتور شو نعمل؟ طبعاً في هذه اللحظات ممكن إحنا نستخدم إنزيمات للهضم إذا أخذنا إنزيمات للهضم جاهزة أكيد هاي رح تساعد الشخص الصائم بشكل كتير كبير الفكرة في الموضوع كلياته إنه اغلطنا زي ما حكينا واضطرنا إن نتناول هاي الكميات إنزيمات للهضم هاي رح تساعدنا لتفادي أو التخفيف بشكل كتير مفيد من الأعراض اللي بنشعر فيها من تخمة الثقل الانتفاخ والشعور بعد ما نراحض نعم يعني إحنا عم نشوف دايجست 365 365 واللي هو بمنحنا هذه الراحة ربما فكيف استخدامه دكتور؟ هلا هو بتم تناوله مباشرة بعد ما يتناول المية قبل تناول وجبة الطعام بشكل أفضل وممكن يخب منه طبعا جرعة تابعته مش محددة بكمية معينة لكن ينصح إنه يخب مثلا حبتين قبل الإفطار وأضع أيضا قبل السحور نعم ولكن هذا الدواء أو هذا المنتج يجب أن يتم استشارة الطبيب أكيد نعم فكل شخص حسب إيش التحديات الموجودة عنده بمعدته إيش المشاكل اللي موجودة عنده طب دكتور يعني هون لا يسعنا إلا أنه نحكي عن بشكل عام دصائح لكل من يتابعنا يعني هذا المنتج هل هو صالح لكل الأشخاص اللي عندهم أمراض مثلا سكري غدة هل ممكن ينصح فيه يعني ما في عليه مشاكل ما في عليه مشاكل طبية مفيش موانع حتى لو كان يستخدم أي أدوية ثانية بالعكس ما بعمل خان نحكي تعارض مع أخذ أي أدوية معينة إذا لا يتعارض مع أي أدوية معينة لأنه أنزيماته طبيعية نعم وموجود بكل الصيدليات ممكن الواحد يحصل عليه بسهولة نعم طب المرأة الحامل برضو تقدر تستخدمه لأنه هو أنزيمات خضمة بأثر على الحامل من مر نعم إذن يعني اليوم عم نحكي عن دايجست 365 365 هو شيء طبيعي منتج طبيعي موجود ممكن التعامل معه بحبتين قبل الإفطار وحبتين بعد الإفطار مباشرة وقبل السحور أيضا وقبل السحور أيضا يعني الأكتر كمية ممكن الواحد يتناولها باليوم هي كم حبة ست حبات ست حبات نعم نعم نصائح الدكتور بشكل عام لكل من يتابعنا بشهر رمضان مبارك لحتى الحافظ على صحتنا هلأ النصاح هي نركز عليها بثلاث عوامل أسسية واحد أنه نخلي فترة يعني وقت الإفطار تكون الوجبة قدر الإمكان نحاول بعد شرب السواء لبعض الإفطار يكون في راحة معينة وبعدها نتنول وجبتنا الأسسية ما تكون غنية به الأكل اللي بده هضم بطوغ الأكتر اللي هي الدهون المكسرات الغرقيات تحديدا كلما كان مرتب الوجبات ما بين إفطار والسحور كلما كانت أفضل والتقليل من النشويات المعقدة بشكل عام الموجود في الأكل في الحلويات تحديدا نعم يعني ما نأكل حلو؟ نعم كله حلو شكرا دكتور إذا خلينا نتعرف على هذا الفيديو قبل الختام نشوف هذا الفيديو مرة تانية لكل مناسبة تحضيرات خاصة كما لرمضان طقوسه وأجواؤه الممتعة بدءا من لمة العائلة صلاة الترويح الصهرات الرمضانية لكن مشاكل عسر الهضم بعد الإفطار قد تعكر وتعيق هذه الأجواء والطقوس مع دايجيست 365 استمتع بطقوس وأجواء رمضان وبدون عسر للهضم وذلك بفضل تركيبته الغنية بالإنزيمات الهضمية العلاجية المتطورة الأفضل والأكثر فعالية من أي منتج آخر والتي تضمن الهضم الفوري لجميع مكونات الطعام والراحة الفورية من عسر الهضم الحموضة والانتفاخ والغازات وارتجاع المريء وأعراض القولن العصبي المزعجة مع دايجيست 365 رمضانك بخير مع هضم غير نعم إذا نتعرفنا على دايجيست 365 بكل الأمور اللي ممكن أنه يساعدنا فيها خلال شهر رمضان مبارك بعسر الهضم وأيضا صدمة المعدة وأيضا نشكر دكتور رائد أبو غوش أخصائي الجهاز الهضمي والكبد والتنظير لك كل هذه المعلومات القيمة شكرا دكتور شكرا